أه الأصدقاء والأحبة في كل مكان وفي كل زمان بنحييكم صباح الخير مساء الخير السلام عليكم حيثما كنتم إن شاء الله ربنا يوفقكم خير ما يحبوا يارضا اليوم نخش في الحلقة التامنة من حلقات فطفضة خمسة لخمسة وطبعا منشكر الأستاذة آياب وزينب اللي عملت المادة من إخراج الفني والحلقة النهاردة هي رسالة ماش محاضرة يعني مجرد رسالة للشباب اللي كتير جدا بيسأله سؤال واحد فقط إيه هو السؤال اللي بيسأله ده اللي هنشوفه في الشريحة الجاية لكن اللي عايز يشوف عرض الشرائح على الزوم اللي هو الرابط موجود في أسفل الإعلان اللي عايز يشوف الرابط على الزوم موجود في أسفل الإعلان طبعا نحن نتكلم عن المجموعة دي اللي هي الشباب اللي بدأنا معاهم من حوالتها التشهر اللي ساعدونا في تحديد بعض المشاكل نحن نقشها بس المرة دي أنا تترقت لمجموعة أخرى من المشاكل اللي هي كيف نبني نهضة أو ننشئ حضارة إن شاء الله نشايد حضارة بالنسبة للحضارة لها سبعة أركان وخمسة خطوات سبعة أركان وخمسة خطوات الخطوات بتاعة البناء سبعة أركان وخمسة خطوات بعد كده بس خطوات البناء بتبدأ بالتعريف قطة النظرية فريق العمل فيه تمامية خصائص شركائنا وليهم سبعة خصائص أو خطوات صناعة المناخ وليها صناعة المناخ المجتمعي وفيها خمستاشر خاصية وفيه كذلك مراجعة موقفنا أين نحن الآن ليه أنا أتكلم اليوم عن يعني بناء نهضة وتشيير حضارة يعني ده السؤال الدارج الدائم المستمر الأبدي في ألسنة الشباب إيه وإيه إحنا كنا أحسن أمة كنا أعظم حضارة كنا بنحكم العالم لمدة 12 قرن أو 13 قرن دانت لنا الدنيا عملنا كذا عندنا علوم عندنا معرفة كل هذه الأشياء أي وهذا مش أنتم هم هم اللي عملوا كده الأسلاف والأجداد اللي ضحوا منذ ألاف السنين ومنتكلم عن الحضارات العظيمة اللي نشأت في الشر إذا كانت في مصر ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في إيران ولا في ليبيا ولا في السودان ولا في وسط آسيا إلى آخره أيوة أنشئت هذه الحضارات بس مجحنا اللي أنشأناها إحنا بنتغنى عليها إحنا عملنا إيه؟ لذلك أنا الكلام النهاردة بتكلم فيه عشان نكون واقع مع الشباب هي رسالة واضحة للشباب ما تعيشوش داخل فقاعة اسمها كنا عيشوا داخل واقع عملي اسمه نحن ماذا نحن صانعون؟ ماذا نحن صانعون؟ منذ 8 سنوات في 2013 أنا كتبت بوست أو يعني كلمة على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك كتبت فيه أركان الحضارة اللي أنا قدامكم برجعها اليوم عشان أضف إليها خطوات بناء الحضارة والنعمة من 8 سنوات في النصف الثاني من شهر يونيا كتبت هذه السبعة أركان أول حاجة إمكانيات بشرية إيمانيات ربانية انتماءات وطنية قيم مجتمعية أفاق علمية خبرات عملية ثلوات مادية أنا أتكلم عن الإمكانيات البشرية وأتكلم فيها يعني بمنتهى الوضوح إن أهم مكون مجتمعي يستطيع أن يبني نهضة وأن يشهد حضارة هو الإنسان هو المواطن لاسى المال لاسى البترول لاسى الغاز هو الإنسان والأسف لدينا من الزعماء من يدفعوا هذه الطاقات البشرية للهجرة هجرة عكسية أو هجرة طاردة تصبح مجتمعاتهم طاردة لهم سأكونوا أطباء أو كانوا مهندسين أو كانوا علماء أو كانوا أدباء أو كانوا سياسيين إلى آخر أصبح فيه قيادات لا تحترم القيادات البشرية أو الإمكانيات البشرية لأهم مكون في بناء في بناء إيه؟ في بناء النهضة وتشهيد الحضارة أسف يعني إمانيات ربانية لابد أنا كشخص أو أنت كامرأة أو شابة إلى آخر أو شاب يكون عندك إيمان إيمان بنفسك أو إيمان بنفسك إيمان بمجتمعك إيمان بربك إيمان بدينك بغض النظر الدين هو إيه؟ والرب هو مين؟ هل بنكون عندنا إيمان؟ ركن الإيمان هو الركن ركيم في أي شيء في أي شيء نخش فيه في المجتمع لابد يكون عندي إيمان بمهمة برسالة بكل أشياء دي كلها الركن الثالث أي هل يكون عندي انتماء وطني أنا مصري أنا سوري أنا ليبي أنا سعودي أنا إماراتي أنا كذا لابد يكون عندي انتماء لوطني من مات دون وطنيه فهو شهيد دون عرضيه مش فهو شهيد يعني وكل هيتدون المهنيه فهو شهيد إلى آخره فلابد يكون منتمي الوطن أعتز به دي الركن التالي يكون عندي قيم انفعش حضارة من غير قيم أبدا 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 قيم غرزها في أفريتنا آباءنا وأجددنا وأسلفنا عبر القرون حتى قيم من مجتمعات أخرى علشان نصري أن نؤمن بها لما الخمسة مبنية على العلم عندي آفاق علمية كنت أنا متعلم مدرك قيمة العلم والمعرفة ويكون في العلم ده آفاق مش مجرد أنا خدت دكتوراه وخلاص الناس تفتح للأواب لا كثير جدا من الدكتوراه من أصحاب الدكتوراه وأصحاب الماجستير أجهل من دبة في المجتمع وأجهل من الجهلاء في تسيير أمور أي جمعية أو أي مجتمع أو أي بيئة وأنا كنت دائما بضرب المسأل بفيلم من أفلام القديمة بتاعة اللي كان فيها واحد واخد دكتوراه حتى ما خدتني تتراف اللغة العربية اللغة العربية أنا حقول لكم دلوقتي معد الكلمات ومعانيها أما نجد نتكلم عن تعريف الحضارة وتعريف تعريف تعريف الحضارة وتعريف النهضة يبدأ كان عندي في أفق علمي يعني scientific knowledge ما عندهش حدود والعلم ليس لها حدود دي الرابعة أو دي الخمسة كان عندي خبرة عملية العلم النظري غير العلم التطبيق العلم الأكاديمي غير العلم الميداني المجتمعي مين سحب التجربة فينا عشان يستطيع أنه هو ينزل التجربة دي على مجتمع لكي ينشئ من خلال دي مجتمع النهضة وينهب المجتمع بتاعه الأخيرة اللي هي النمر سبعة اللي هي الثروات المادية أعرف ثروات ثروات العالم العربي والإسلامي تنهك وتصرف وثروات أفريقيا تسرق تسرق ممن يدعون العلم والمعرفة والحضارة والثقافة والمدنية والآخرين نزولوا أفريقيا وشوفوا كيفة تسرق أفريقيا شوفوا بعض الدول اللي احنا عايشين فيها كيفة تسرق فيها كل شيء تحت سمعوا بصر الفسدة اللي موجودين فيها يبقى دول سبع أركان لبناء الحضارة أنا كذبتهم من ثمان سنوات رو اعتبر هذه السبعية أساس جوهري لهذا البناء الحضاري طيب بعد كده بقى لما جيت رجعها من كم يوم كده اسبوع الماضي قلت أنا ما ديف عليها خمس خطوات أخرى خمس خطوات أخرى اللي أنا قلتهم قبل كده اللي هما التعريفات النظرية فريق العمل والشركاء وصناعة المناخ وموقفنا نحن الآن نخش في التعريفات بقى وضيف إليها التالي تعريف الحضارة والنهضة يعني إيه حضارة ويعني إيه نهضة الحضارة يعني أنك تقيم في الحضر الحضر زي الريف وزي المدن وزي القرى لأن في حضور جمع كبير من الناس في أسواق في حركة دائمة تدل على حياة المجتمع سواء كان من خلال الأفراد أو كم من خلال الحيوانات والطيور والنباتات المعافية يبقى الحضارة هي الإقامة في الحضر والحضارة أيضا هي التمدن هي دليل على المدنية مدنية العصرية في عصرك والعصر الذي يأتي فيها بعدك والحضارة هي عمران حركة تشييد وعمران يبقى هي إقامة وتمدن وعمران في تعريف آخر الحضارة قاله إدوارد تيلور إدوارد تيلور قال إيه فيه بها وده الكلام اللي قالته واحدة روبا الششتاوي 17 ديسمبر 2017 في حاجة اسمها موضوع.com قال إيه بها اللي هو إدوارد تيلور قال الكل المركب يعني داخل الحضارة دي كلها وكأنك انت داخل وعاء وعاء كبير جدا أو داخل مساحة كبيرة جدا فيها كل شيء اللي يجمع بداخله إيه بها جميع المعتقدات القيم التقاليد القوانين المعلومات الفنون وأي عادات وسلوكيات والمعرفيات وكل شيء عايز تحطه فيه لأن الحضارة معناها أنه معناها أنه تفاعل كل مواطن داخل المجتمع فيما هو جيد فيه لكي يساهم في بناء الحضارة من وجهة نظره أو وجهة نظرها الفنانين والأدباء والشعراء والمؤلفين وكل هؤلاء الناس ما هو ده اللي وعاء الكبير الحضارة دي وعاء كبير تسعة كلها كان عندك خمسين مليون أو ميت مليون أو ميتين مليون أو عشرة مليون يبقى كل واحد فيهم ليه ليه زي ما تقول إيه إنجاز داخل هذا هذا البناء الحضاري اللي ما بيبنوه يبقى الحضارة هي الكل المركب الذي يجمع بداخله جميع معاتخضات القيم والتقليد والقوانين والمعلومات والفنون وأي عادات أو سلوكات أو إمكانيات يمكن يحصل على فرد في المجتمع كذلك الحضارة هي حاضر واحد حاضر واحد قعد معنا يابل حاضر يعني يقول محاضرة أو حضار جاء بنا حضروا يعني ناس أربعة خمسة حضروا عندك البيت أبقى حضار والحاضر يعني الزمن شوف شوف اللغة العربية غنيها إزاي؟ وإحنا ولا مؤخذة ولا مؤخذة عايشين في الغرب وعايشين في الشر نهين اللغة العربية نهينها إهانة فضيعة للي جهلنا وانكفاءنا ودنيتنا حينما نتحدث بلغات هي لغات تعتبرنا أقزام إن قرنت باللغة العربية إيا النهضة بقى النهضة يعني نهضة واحد نهضة آم آم يعني النهضة في تعرفها في اللغة العربية في المعاجب هي الطاقة والقوة والحركة والهمة والوثبة طاقة وقوة وحركة وهمة ووثبة في سبيل إيه؟ في سبيل تقدم اجتماعي في سبيل تقدم مربوطة يبقى هي ما يبقى الطاقة والقوة والحركة والهمة والوطبة في سبيل تقدم اجتماعي يعني تكلموا عن عامل نهج يعني عامل بيعمل بعزيمة شابه نهج يعني شابه يقز صح كنت تلاقي كيف ده فيه بعد الشباب بسم الله ومشاء الله كنت أعينهم مفتحة وودانهم مفتحة ويفهموك قبل أنت بتتكلم مكان نهج يعني مكان مرتفع ده عزمة اللغة العربية تركوا كل هذه اللغات الأقزام اللي احنا نتندر فيها وارجعوا للغة اللي هي أصل العلوم والمعرفة في العالم طيب ده بالنسبة للتعريفات طيب فيه سؤال جالي بيقول إيه اللي بيحصل أول النهضة واللحضارة النهضة الأول والحضارة الأول خليني أشبه لكم النهضة زي الإنسان اللي قام من ثبات عميق وفي قصتين قدامنا شهيرتين قصة أصحاب الكهف الشباب اللي مناموا 300 سنة وتسعة وقصة سيدنا عزير اللي اليهود قالوا عليه في الآخر عزير ابن الله واثنين دول قاموا بعد قرون لو ترميت 300 سنة و100 سنة قرون ولكنهم قبل أن يدخلهم الله في هذا السبات العميق عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ إصبعوا بقى عملوا إيه؟ لذلك جعل الله منهم آية إن لم يكونوا فعلوا هذا لم يكن الله ليجعل منهم آية عملوا إيه؟ أول حاجة أمانوا وعالموا ووعوا وأدركوا عرفوا إن فيه شيء غلط في المجتمع عرفوا إن المجتمعات بتاعتهم غلط خاصة أصحاب أهل الكاف أهل الكاف فبدأ يتكلموا على الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى فوقعوا وأدركوا وقالوا مش هينفع نعبد الملك أو نعبد كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر فلذلك ربنا اخترهم دونهم علشان يعطينا المثل إن هم هؤلاء الناس ربنا جعل منهم آية لنا في هذا المجال كانوا من علموا وأمنوا ووعوا وأدركوا قبل أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى في هذا السبات العطميق والطويل الأجر دي بقى مهمة لنا حولها دلوقتي فلقد تملكتهم حركة التغيير المجتمعي المبنية على الإيمان أولا يعني قبل أن يميتهم الله سبحانه وتعالى في هذا السبات العميق تملكتهم كأفراد حركة التغيير المجتمعي المبنية على الإيمان أولا ده خاصة مع شباب أهل الكهف عملوا الحركة المجتمعية ورفضوا رفضوا الإلحاد ورفضوا الوثانية ورفضوا كل هذه الأشياء وده الكهف اللي أمه كان يقال أن الكهف ده أمه اللي كان أمه نايمين فيه ده في الصورة دلوقتي والنهضة عندنا أيضا تعريف لها آخر هي النهضة من النهوض والنشاط اللي بيدب فين داخل أرجاء الجسد المجتمعي المجتمع ليه جسد وليه كيان وليه روح وليه مهمة وليه همة يبقى النهضة للنشاط اللي يدب في أرجاء الجسد المجتمعي وعلينا أحنا يا شباب أن نحدث هذه النهضة ونجد هذا النشاط وأشبه النهضة هنا بالحركة زي ما نشاهدين في الصورتين دول بالحركة المحلية المجتمعية داخل المجتمع التي تؤدي إلى أول حاجة اكتشاف الأرض الصالحة لبناء النهضة عليها زي ما نشاهدين في صورة صفرة أرض صفرة وصورة فيه أرض خضرة أول شيء يا شباب بتعملوه بتجدوا أرض صالحة تستطيعوا أن تقيموا عليها أركان نهضتكم دي نمرة واحد نمرة اتنين مقدرات المجتمع التي نحن عايشين فيه إمكانياته إيه؟ إمكانيات البشرية المعادل الأنهار الجبال البحار كل هذه الأشياء نمرة ثلاثة نجرب هذه المقدرات قد تكون معلومات خاطئة نجربها تجربة أو اختبار هذه المقدرات فوق هذه الرجعة الصفرة اللي إحدى عن استذراعها لأن النهضة معناها استذراع واخدرار نمرة أربعة جعل هذه الخطوة الاستذراعية المجتمعية جاذبة لكافة أبناء المجتمع فيأتوا بعد أن نهضنا واستذراعنا الأرض فيبنوا معنا حضارة على هذه الأرض الخضرار يبقى اكتشاف الأمراء الأرض الصالحة لبناء الحضارة عليها معرفة مقدرات المجتمعات والشعوب تجربة أو اختبار هذه المقدرات فوق هذه الرقعة من الأرض لاستذراعها واخدرارها استذراعها فقط يعني احنا بنتكلم هنا عن زراعة حشيش الأرانب زراعة المحاصيل الموسمية مش الأشجار ده حاجات البسيطة اللي تطلع وتنور فالناس تأتي حولها وبعدين بعدك جعل هذه الخطورة الاستذراعية هي الجاذبة لكافة أبناء المجتمع اللي كيشاركوا في مبناء الحضارة على هذه الأرض ده بالنسبة للنهضة أما الحضارة وهي ما تأتي من بعض النهضة أما بعض النهود واكتشاف الأرض الصالحة واستذراعها وهي عملية الحضور المجتمعي الكثيف لهذا المكان الصالح لتحويل هذا الإخضرار الاستذراعي الإخضرار الاستذراعي في مرحلة الحشائش الخضراء والزراعات الموسمية إلى مرحلة الأشجار المثمرة وبناء الموايا الحيواتية يعني ينتقل من مرحلة الاستذراع والاستخدار اللي احنا حطرناها دي إلى مرحلة الأشجار المثمرة والموائل زي ما احنا شايفينه الطيور وحيونات أخرى فنجد أن بناء المجتمعات أن أبناء المجتمعات لدينا حضروا ليحضروا ويحضروا أصبحوا قادرين على استذراع هذه الأشجار الكثيفة المتشابكة الأغصان المتوارفة الزرال المتعدلة للثمار وتحولها إلى موائل آمنة يسكن فيه مين؟ يسكن إليها وبداخلها كافة الخلائق الحالمة بتحقيق هذا الحلم البديع حلم تشييد الحضرات القائمة على بناء النهضات يعني احنا مشينا في الأرض الصالحة اللي احنا جواجدناها وبعدين خضرناها وبعدين زرعناها شجر وبعدين حاولناها الموائل دي الخطوات اللي احنا بنمشي فيها دي الخطوات اللي احنا بنمشي فيها فالحضارة هي حركة الحياة الدائمة التحرك بداخلها منظومات بناءات مظاهر الحضارات المتعددة والتي لا نهاية لها ولا الحضارة هي حركة الحياة الدائمة التحرك بداخلها منظومات بناءات مظاهر الحضارات المتعددة في بناءات داخل الحضارة والتي لا نهاية لوجودها وهي ايضا حركة ايجابية متناغمة حركة ايجابية متناغمة مع بعضها البعض ويقصد ذلك حركة مركبة معقدة يعني إيجابية متناغمة ثم حركة مركبة معقدة قادرة على سير قدما من جهة أو من جهة أخرى مخيفة لمن؟ لأولئك الملقة الذين يحاولون هدم معالم الحضرات وإزالة بناءات أو هدم معالم النهضات وأزالة بناءات الحضرات يعني هي حركة إيجابية متناغمة بعضها البعض وهي حركة مركبة معقدة قادرة على سير قدما من جهة ومن جهة أخرى مخيفة لهؤلاء الملقة الذين يحاولون هدم معالم النهضات وأزالة بناءات الحضرات. زي ما احنا شايفين في بعض الدول تهدم الأثار ولا تحترم هذه الأثار اللي بناها يعني ناس أبلوا فيها بلاء حسن تلك الأثار دينية أو غير دينية فالحضرات يا شباب هي مجموعة من البناءات هي المعرفية العلمية المجتمعية مش بس بدأ طوب زي ما احنا شايفينه دا شايفين الولادة دا طوب أي حد يبنيه لكن الحضرات مجموعة من البناءات المعرفية العلمية المجتمعية التي تتحرك بها أو في داخلها كل مواطن كل مواطن يكون قادرة على الحركة داخلها بحريته بحرية في الفكر والقول وإبداء الرأي والعمل والإنتاج والإبداع والاقتراع في حرية داخل المجتمع هذه الحرية اللي هتنشئ الحضارة فيها بعض وتجعل النهضة تطلع فيها بعض دون خوف أو فزع خوف أو فزع أو جزع من سلطة النهر يخافوش دلوقتي تبقى أنت زي ما نقولت الإنسان يبقى ماشي في الشارع واحد اللابس مش عارفين جاي منين ده أو يوم ماسكك أنت يوسع على التليفون بتاعك يقول لك الله أنت كتبت كده تعال يخذك على السجن تختفي حتشعرف أنت رحت فين حتشعرف أنت رحت فين والأسف والعزو بالله للأسف والعزو بالله للأسف والعزو بالله في سؤال تاني هنسأله لنفسنا سؤال خبيث شوية يقول السؤال ده إيه إن كثيرا من الطغاء من الحكام والظلمة قد بنوا لأنفسهم من هضات وحضارات في أشكال بناءات شامخة تركوها لنا وذلك في أجواء عدمت فيها الحريات التي نتحدث عنها يعني كأن السؤال ده بيقول لي أنت ما أنت شفاهم أنت بتقولي يعني ما أخذ أنت والعزو بالله يعني أجاهل إحنا شايفين ها هو الزعيم الفني عمل كذا وزعيم الفني عمل كذا وزعيم الفني وسمها نهضة وحضارة أو جيب قائلا وبالله التوفيق هناك فارق شاسع بين إيه بين طاغية ظالم يبني صرحا حجريا أي حد يبني أي عامل بنا يبني هناك ظالم هناك فارق شاسع بين الطاغية ظالم يبني صرحا حجريا وبين عادل وعي يبني ماذا يبني عطاء معرفي علمي مجتمعي العالم الوعي يبني عطاء معرفي علمي مجتمعي ها سولجان هذا الحرية والاحترام والتقدير وعدم الخوف من السلطة الحاكم فيجد من الاثنين إن واحد ظالم طاغية يبني حجر والتاني عادل يبني مسيرة معرفية مجتمعية علمية داخل مجال الحريات اللي ناس عايشة فيها فالبناء الحجري الذي بناءها الأول هو الطاغية الظالم أسهل بكثير من البناء التاني اللي هو العلمي المعرفي فالبناء الأول بين حجري الذي بناءها الأول الطاغية الظالم أسهل بكثير من البناء العلمي المعرفي الذي بناءها العادل الواعي فالعلم المعرفي الذي بناءها العادل الواعي هو الذي جعل المعرفي سمعوا ديها شباب هو الذي جعل بنات هذا البناء الحجري قادرين على بنائه فبدون العلم المعرفي لن يستطيع هذا الطاغية بناء صرحه الحجري في الآخر هيرجع إن الذي الذي كان له الفضل في هذا البناء الحجري ليس الطاغية ولكنه هو الرجل الذي العادل الواعي الذي بنى العلم المعرفي داخل المجتمع فعليكم هناك شوالة السهل اليأس لا انسوه انسوه أنا حقول لكم حاجة صلوا على النبي احنا مش هنيأس موتوا بغيزكم ومش هنهبط موتوا بغيزكم شو بقى في كلمة كده فيها تحدي بس ربنا يسترع علينا ومش هنموت أعوذ بالله موتوا بغيزكم تعرفوا ليه لأن أصحاب الرسالات من أمثالكم بس رسالتهم تبقى خالدة أما أصحاب المصالح والظلمات والفساد فليس لهم موجود ولا يس لهم رسالة لا يس لهم موجود ولا يس لهم رسالة فإحنا فإحنا كلمة أنتم يا شباب لن تحبطوا ولن تيقسوا ولن تموتوا لأنكم أصحاب رسالات لأنكم أصحاب رسالات لأنكم أصحاب رسالات فعليكم يا شباب اللي تيقسوا وتفقدوا الأمل في البناء لابد أن نبدأ أو إكمال البناء لأنها تضاول حضارة المجتمعي فمساية المليون ميل تبدأ بخطوة والخطوة تبدأ بنهضة والنهضة تنتهي بحضور الحضور ينشئوا حضارة تعجب الزراعة لتغيض بهم الكفار من أعداء أعداء العلوم والمعرفة والنهضات الإنسانية والحياة الصورة دي أنا رسمتها أول أمس أنا كنت زمان برسم صور كتير زي كده عشان تعبر عن الموضوع أنا أتكلم فيه الصورة دي فيها خمس مكونات أو ست مكونات بتتكلم عن المرأة لتنظر إلى رؤية بعيدة إنها لا تنظر إلى الهرم وتنظر إلى الأغصان وتنظر إلى الأرض الخضراء وتنظر إلى الأرض الصفراء إنها تنظر لما بعد هذا هنا الأم للمجتمع نعمة في هذه المرأة هنا الأم المجتمع الأم الحاضنة المجتمع وكأنها تقول لأبنائها لم ننتهي بعد ولا تعجبوا بالبناء ولا تعجبوا بالثمار فده ما ذلنا في أول الطريق ويتقول لهم لقد استطعتم أن تخدروا الأرض التي بللت عليهم هذا الهرم لأتر قضراء دي ولكنهم لم تستكملوا إخدرار أو استزراع باقي الأرض الصحراوية في بلادكم وإن أصمرت هذه النهضة اللي انتوا فوق شايفين الغصون النازلة دي الغصون اليمين 1-2-3-4-5-6-8 غصون دول يعني دي السمار لأنا كنتم أتكلم عنها فهي تقول لأبنائها أو تقول لوطنها هذا ليس كافي لأن مسيرة بناء النهضة وبناء الحضارة هي مسيرة أبدية يسلمها جيل لجيل وتسلم رياتها جيل بعد جيل لا تتوقف هذا هو انداء الأم اللي هي بتمثل القدرات البشرية وتمثل وطن نفسه ونجد أن القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء هو رمز الحضارة اللي موجود وهي القلادة التي حول عنقها قلادة ذهبية هي موجودة حول عنقها وموجودة في كل غسل من أغصان هذه الأغصان الموجودة أمامنا فهذه الصورة تعبر عن رؤية الأم أو رؤية الوطن أو رؤية اللي هم المواطنين في كيف يبنوا أواصر بناء نهضاتهم وكيف يشهيدوا حضاراتهم ولا نهاية لبناء النهضات ولا نهاية لتشهيد لحضارات أنا مش بتكلم عنها أنا شكلها مصري أو غير مصري لا سيبوكم المصرية والحاجات اللي كلها هي إنسانة هي إنسانة هي إنسانة ده كله بالنسبة للخطوة الأولى في بناء الحضارات والنهضات التعريفات الخطوة التانية لابد عشان نبني نهضة أو حضارات يكون عندنا فريق عمل لابد أنا متفرج اللي من دول على كاس أوروبا لكلة القدم صح؟ في فريق 11 لاعب وفيه يمكن 5 أو 10 احتياط ومع الفريق ده فيه مدرب وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فيه مؤسسية يعني أصبحت الكرة القدم دلوقتي عمل مؤسسي في فريق عمل فيه في الأرض فيه كابتن للفريق متقسم كل واحد في الفريق ده بيعمل ايه؟ فلابد ما يكون عندنا فريق عمل يكون عنده قيادة رشيدة تكون فاهمة المجتمع ما ينفعش تكون قيادة لا تفهم المجتمع من أبناء المجتمع تعلم ما يريده أبناء المجتمع وما يعاني منه أبناء المجتمع قيادة رشيدة حكيمة قد تكون قيادة للشخص أم مجمع من الأشخاص دي نمره واحد يكون هذا الفريق عنده روح الولاء والانتماء لإيه؟ للوطن بتاعهم دي ما أنا قلت قبل كده من مات دون وطنين فهو شهيد يكون عندهم القدرة على التضحية والصبر ما ينفعش مش حنبني من غير من ضحي مش حنبني من غير من نصبر لإننا حنبتلى إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم 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 وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يعني إيه؟ من صدع بالحق لابد أن يكون من الصابرين لأن من صدع يعني شوفوا هسا قصة مؤمن سورة يسين سورة يسين جيه فجاء راجل من أقصر من يسعى قال يا قام اتبعوا مرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا قاعد يقول اللي قاموا لا دول الأنبياء دول رسل دول الأنبياء دول الأنبياء ده فأتلوه أتلوه شر قتله لأنه صدع بالحق ولأنهم صدعوا بالحق إلى آخر قدرة على التضحية والصبر وحين نبتلقى ودع هدف يكون فيه هدف واضح بالنسبة لنا ويكون عشان نحقق الهدف ده يكون عندنا خاصية أخرى للإصرار يعني لما نحن نتكلم عن العلماء اللي كسبوا جائزة نوبل لسلام مفيش ولا واحد فيهم عامل التجارة بتاعته من ألف أو ألفatos أو ثلاثة أو خمسطاف مرة لكن ما فقدتش الأمل أو ما فقدتش الأمل فأي مجال من المجالات العلمية يكون مبدأ المحاولات مستمر أحاول وحاول 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 وحسأت وحاول وحسأت وحاول وحسأت وحاول وحسأت القدرة على التضحية والصبر حين الابتداء ودوح الهدف والإصراع على البناء لازم يكون الهدف واضح واضح ومبدأ المحاولات المستمرة وإن نفض عنهم الشكراء الشركاء الخطوة الثالثة اللي نتكلم فيها بقى من هم شركاءنا بقى نقولنا التعريف وقالنا بعد الأركان السبعة اللي نفضلهم في الأول كده قلنا فيه خمس خطوات منهم التعريف وبعد منهم اللي أنا قلت عليها دلوقتي اللي هي فريق العمل والثالثة اللي هو من شركاءنا هنخش عشان نعمل نهضة أو حضارة لازم يكون لها شركاء لازم نحدد خصائص الشركاء اللي هيجوا يكونوا معنا عشان يبنوا نهضة أو يشهدوا حضارة لازم يكونوا عارفين خصائصهم لازم يتعرف عليهم ونختبرهم كذلك لأنهم حيخشوا في معركة طويلة الأمد لازم نعرفهم بالتحديات والمخاطر والتضحيات اللي هيواجهوها واللي هيقدموها لازم نتفق معاهم على تحديد ورسم خريطة طريق البناء عشان يكونوا دخلين على هج على هج على بصيرة لازم نتفق معاهم على تحديد ورسم منظومة خريطة طريق البناء لازم نقول لهم أن البناء النهاضات مش مدة زمنية واحدة أبداً قد تكون مدة زمنية متراكمة وتتابعة وقد لا يتم البناء في عصرك أنتا قد نبدأ إحنا للبناء ولا نرى الثمر ونموت ولا نرى وترى الأجيال بعد كده الثمر البناء ده لكن قد لا نرى تبقى فيه ست نقاط من هم ولا أشخاص خصائصهم تعرف عليهم واختبرهم قبل اختيارهم تعرفهم بالتحديات والمخاطر والتضحيات لسواجنهم وسوف يقدمونها الاتفاق معهم على تحديد ورسم منظومة خريطة طريق البناء طول المدد 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 الزمنية لاستغرقها خطوات هذا البناء أن البناء قد لا يكتمل وقد لا تؤتى ثماره في جيلهم لأنهم متجردين متجردين يعملون هذا البناء للمجتمع ولله أو لله والمجتمع لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا بل ستراهوا الأجيال من بعدهم فانقبلوا المسير في هذا الطريق الشاق الوعر الذي لا نهاية له وبناء الحضرات والنهضات لا نهاية لها يتتبع زمنية في بطن التاريخ أو في صلب التاريخ أو في أفاق المستقبل فانقبل المسير في هذا الطريق الشاق الوعر الذي نهاية لها فأهل لمبين معنا في دروب الأنبياء والصالحين والمصلحين الاجتماعيين ده بالنسبة للنقطة الخطوة الثالثة من الخمس خطوات خطوة الرابعة فيها لا بد عشان نبني نبني نهضة أو حضر يكون فيه مناخ لا مثلا انت بجيك وتلاقون فيه محاصيل زراعية في المناطق اللي هي الصحراوية أو مناطق الحرة أو مناطق الباردة أو مناطق التلجية أو مناطق الجبلية أو في الوديان أو في السهول إلى آخر إن لم يكن موجودا فعلينا إنشاء هذا المناخ هل هذا المناخ متوفر أم أننا سننشئه إنشاءا إن لم يكن هذا المناخ موجودا فعلينا إنشاءه إنشاءا أو انتزاعه انتزاعا من أيادي وأغلال الظلمة والفسد من أعداء الإنسانية والحرية والأعداء الإجتماعية مما يتكون هذا المناخ ويتكون هذا المناخ ويتكون هذا المناخ من ساعة أهم شيء ساعة مساحة الحريات التي يحاول أن يقلصها كل ظالم وطغية وكل باغي وكل فاسد وكل باغي وكل فاسد ساعة مساحة الحرقات المدنية القائمة على إيه؟ على نمر واحد العلم والمعرفة الفهم والتفكر الوعي والإدراك العمل والمثابرة الجد والسعي الاجتهاد والابتكار الجهاد والمجهدة والتضحية خمستاشر نقطة بتكون المناخ اللي احنا حننشئ في داخلي إلى النهضة ونبني النهضة وننشئ الحضارة يتكون هذا المناخ من ساعة مساحة الحريات المدنية القائمة على العلم والمعرفة الفهم والتفكر الوعي والإدراك العمل والمثابرة الجد والسعي الاجتهاد والابتكار الجهاد والمجهدة والتضحية وأخيرا وليس بآخر مش حنساها أبدا 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 بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية مستقلة تحافظ على بناء هذه المسيرة المجتمعية عبر الأجيال عبر الأجيال حافظوا على بناء هذه المجتمعية المدنية المستقلة كي تستمر الأجيال في بناء المنهضات وتشييد الحضارات نقطة الخمسة في الخمس خطوات بعد أركان البناء السبعة أين نحن من كل هذا بقى شاوش؟ أنا شوف ألا أبدا أتكلم معاكم بقالي إيه؟ بقالي دلوقتي بسم الله ما شاء الله سبعة وثلاثين ديئة أين نحن؟ أنا أبكلم منها أبكلم الشباب والله اللي مش هيسمعني مش مهم اللي مش هيسمعني بما أقول مش مهم بسمهمنا إيه؟ عندي مهمة لابد أخلص علشان ألقى الله سبحانه وتعالى وبدك رادي 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 أين نحن من كل هذا يا شباب؟ وأن نحن مستعدون للبدء في بناء هذه المسيرة الإنسانية الخالدة أم لا؟ مستعدين بقى يا شباب؟ رجالة يا بنات بتوع تيك توك وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا ننظر لأنفسنا هل نحن في الخطوة الأولى؟ خطوة ما كتبتهم منذ سنين اللي هم السبع أركان لبناء الحضارة؟ هل نحن في الخطوة الثانية؟ خطوة التعريف والتنظير النظري تعريفات بتاعة الحضارة بقى والنهضة وكذا ونوعب بقى ننخمخ ونخش في بطول اللغة العربية وقصولها وكذا وكذا هل نحن في خطوة تحديد الشركاء؟ من هم شركاءنا؟ اللي حبنا معنا النهضة والحضارة؟ هل نحن في خطوة إحداث المناخ؟ اللي هو حرج علىها مرة تانية دي؟ سنديب يعني اللي هي قائمة على العلم والمعرفة والفهم والتفكر والوعي والإدراك والعمل والمصابرة والجد والسعي والاجتهاد والابتكار والإجهاد والمجهد والتضحية هل نحن في الخطوة دي؟ النمر الأربعة؟ أو نحن في الخطوة السادسة أو السابعة أو التاسعة أو العاشرة نحن فيين؟ لابد كلنا نحدد أين نحن من هذه المسيرة ما نعودش تقول ما احنا عادين في بيوتنا نقول جدي عمل جدي كان أستاذ في الجامعة جدي كان شيخ الأزهر جدي كان عالم العلماء أبداً ده جدك مش أنت ده جدك مش أنت لأن الفتاة من قال كان أبي إن الفتاة من قال ها أنا ذا ها أنا ذا لابد علينا شيئا من تحديد من نحن ما هي هويتنا ما هي أهدفنا وأمكانياتنا إن شاء الله يكون عندك وعدوا لهم مستطعتهم من قوتنا بردقة إلا عندك مستطعتهم دي ما تستطيعه لك تدفع به عن وطنك إن شاء الله يكون عصايا إن شاء الله يكون حجر دفع به عن وطنك من نحن ما هي هويتنا ما هي أهدفنا وأمكانياتنا ما هي توقعاتنا كل هذه الأشياء لابد إحنا إيه نخش فيها علشان نشوف أين نحن من هذا البناء إن بناء النهضات وتشير الحضرات ليس مجرد أحاديث سيقة حكاوة يعني نسمعها محاضرات نحضرها قصصات فكرية أو أدبية نقرأها أو كتب نقرأها برامك تلفزيونية أو روائية تاريخية نشاهدها حكايات ومعجزات تاريخية زي مثلا يقول لك السندباد البحري والسندباد المغير البحري شمشون ودليلة دليلة وشمشون وإلى آخر عنتر وعبلة مش عارف مين كذا حكايات دي كلها الحواديد دي كلها أبالك حكايات ومعجزات تاريخية تنسك ذاكراتنا المجتمعية داخل سينية وفرطنا أو نظريات ثقافية أو قوانين اجتماعية أو إلى آخر لا 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 أبدا يبقى لابد في الخطوة اللي احنا موجدين فيها الوقت وإحنا محاطين أنا قلت من أمس أو الأول أمس قلت كلمة اسماي لقد أصبح الظلم دينا دين يعني دين ريليجن دينا ترعاه الدول وبعد الجماعات الدينية لقد أصبح الظلم دينا ترعاه الدول أو الكثير من الدول وبعد الجماعات أنا أشوف مثلا حقول لك أنا مثلا دخول المساعدات الإنسانية لسوريا من مجالين مجال عن طريق تركيا ومجال عن طريق دمشق في أحد الدول العظمى اللي هي تعتبر أحد دول مجلس الأمن اسمها روسيا تفرض أن لا يدخل أو تدخل لدي المساعدات الإنسانية للداخل السوري إلا عن طريق إلا عن طريق دمشق ما في نزاع وصراع ما بين جهات مختلفة إزاي الإنسان اللي يعرف أن من كان يحاربه هو الذي ستطعمه شوفوا قد إيه إحنا الظلم أصبح واضح وبين وبين ما يحدث للناس اللي يجور المعسكرات اللي بذكرنا فيها بما حدث بسكان الأصليين لكندا منذ مآتي السنين يمكن يأخذوا الأطفال يسعيدوا صياغة فكرهم لكي ينسوا تاريخهم وثقافتهم وماضيهم ولغتهم ويأتي حديثا في إيس وزراء كندا يعتذر لهؤلاء الناس للأسف أصبح الظلم دين جديد ترعاه الدول وحتى بعد الجماعات الدينية أو الكثير من الجماعات الدينية ترعاه ورأينا كم سقطت هذه الجماعات في الوحل ودخلت في مذابل التاريخ وكم سقط هؤلاء الناس ودخلوا في مذابل التاريخ نرجع نقول ثاني إن بناء أنها ضد تشهد الحضرات ليس مجرر أحاديث شيقة نسمعها محاضرات نحضرها قصصات فكرية أو كتب نقرأها برامج تلفزيونية وأفلام روائية نشاهدها حكايات ومعجزات تاريخية تنسك ذاكرتنا المجتمعية داخل صنية وفورتنا نظريات ثقافية أو قوين اجتماعية نكتبها إنها كل ذلك وأقصر إلى ما ذكرته إضافة إلى ما ذكرته لكم آنفا أما تريدون أنتم أن تضيفونه يعني دا قد يكون جزء لكن أنتم عليكم تكملوا البائي أفيقوا أفيقوا وعوا وأدركوا ونظروا حولكم لتلووا كيف تسلق الحضرات كيف تباع المقدرات كيف تسلب التواريخ وتتمس التواريخ وتتغير التواريخ ويصبح ويصبح الفاضل سيء والسيء فاضل والعالم جاهل والجاهل عالم ويتحدث الروايب دا الجاهل التافي في أمور العامة وهو أو هي لا تذك شيئا إنها كل ذلك وأكثر إضافة إلى ما ذكرتها لكم أنفا أما تريدون أنتم تعدافته أيها الشباب الواعي الحر يعني يبدو يكون لكم إضافات أنتم كمان إن الأمل بعض الله معقود عليكم يا أغلى من أنجبة الأمم والأجيال فحققوا لهم هذا الأمل ولو تحقق بكم بعد حين إن شاء الله بعد حين بعد سنة بعد خمسة بعد عشر بعد عشر بس ما نقفش فإنا لكم منتظرين وبقدمكم فرحين وبقدم جازاتكم حمدين المولى رب العالمين أشكركم يا شباب وجزاكم الله خير وأخلف الله عليكم وشكرا لحسن استماعكم ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله أو يوم الجمعة في الحلقة النفسية بالإنجليزي ساعة تمانية ونص بتوقيت مكة المكرمة أو ستة ونص بتوقيت لندن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته